ترأس سعادة السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان الاجتماع التاسع للمجلس والذي عقد لمناقشة خطة عمل المرصد لتبني العقد العربي لحقوق الإنسان وعقد الاجتماع أيضا للتحضير للمؤتمر السنوي الأول لحالة حقوق الإنسان في العالم العربي وفي كلمة له خلال الاجتماع أشهد العسومي بالنقلة النوعية التي سجلتها مملكة البحرين في منف حقوق الإنسان مثمنا في هذا الصدد الإنجاز التاريخي الذي حققته المملكة باختيارها ضمن الفئة الأولى في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وفقا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية للعام السادس على التوالي مؤكدا أنه يأتي عكاسا للرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك بلاد المعظم للاهتمام وتعزيز وصول حقوق الإنسان لترسيخ مكانة المملكة الحقوقية على المستوى العربي والإقليمي والدولي ترجمة نانسي قنقر